السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله لماذا الحديث عن حجية السنة لانه يظهر بين الفينة والاخرى اناس متقفون او شبه متقفين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرون بان العمل بها ليس ضروريا ونريد من خلال حلقة اليوم ان نتبت في الادهان ونتبت في القلوب والعقول بان هذه السنة هي المصدر التاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم وانها وكتاب الله تعالى يخرجان من مشكات واحدة فالقرآن الكريم هو الاطار العام للإسلام والسنة النبوية المطهرة هي الاطار العملي على ارض الواقع فما هي السنة هذه الكلمة متداولة في اللغة السنة في اللغة معناها الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة او غير محمودة انسان يسن سلوكا معينا بمعنى انه يضع طريقة في حياته او في تفكيره لكن مقصودها في الشريعة الاسلامية هي ما ثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير كل ما ثبت عن النبي الكريم ونلاحظ بانه وقع اختلاف بين العلماء في فهم السنة نقول اختلاف وليس خلف لان الخلاف مدموم فيه صراع وفيه مشقة لكن الاختلاف هو تعدد في الافهام هو غنى في الافكار فمثلا المحدثون عندهم مفهوم خاص للسنة والفقهاء والاصوليين والمقاصدين عندهم معنا اخر مغاير وذلك حسب الموقع وحسب الاختصاص فالمحدثون عادة ما يسمون باهل السنة يعتبرونها بانها كل ما تبت عن النبي الكريم يسمى السنة من سيرة خلقية او خلقية او تصرف او قول او فعل او تقرير يبحثون في كل شيء كيف كان النبي الكريم يجلس كيف كان يقوم كيف كان يتكلم كيف كان يربط عمامته كيف كان يلبس جبته كيف يذهب الى السوق كيف يحادث الناس كيف يجامع اهله كيف يجلس على مائد الطعام التفاصيل الدقيقة فعلماء الحديث انطلقوا من باب المحبة لهذا النبي الكريم انهم يتعرفون على كل شمائله ولا على كل صفاته الخلقية والخلقية وكل تصرفاته وذلك انطلاقا من قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم هذا من منطلق المحبة المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يكادون ينتهون عن اي سلوك او خلق قام به النبي الكريم الا ويهتمون به وايضا انطلاقا من قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فهم يعتبرون بان سيدنا النبي محمد بن عبد الله هو القدوة هو الاسوة الحسنة فلابد ان نقتدي به في حركاته في سكناته حتى هناك من يبالغ لما يضع الكحل ولما يضع السواك ولما يهدب اللحية ولما يربط العمامة ولما يلبس النعل وكيف يركب المركب وكيف ينام اداب المجلس اداب الطعام بالتفصيل الدقيق والنساء ايضا النساء من اهل السنة ومن المهتمات بالحديث يهتمون كثيرا حتى بتلاوة السنة لقول الله تعالى في كتابه العزيز لما خطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال واذكرنا ما يتلى في بيوت كنة من ايات الله والحكمة واذكرنا ما يتلى في بيوت كنة من ايات الله ايات الله والقرآن والحكمة هي السنة النبوية الشريفة فهناك ايضا هناك اسلوب اخر لتلاوة الحديث النبوي الشريف لكن الفقهاء والاصليون والمقاصديون عندهم معنى اخر للسنة وهم يهتمون بالجانب التشريعي فقط يميزون ما هو الشريعة وجب الاتباع بها وما هو مجرد رأي مثلا لما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فوجد اناس يؤبرون النخل في لقح النخل في اللحة عندهم النخل فيه التمور فقال لهم ماذا تصنعون قالوا له يا رسول الله نقوم بتأبير هذه الاشجار فقال صلى الله عليه وسلم لا ارى منها مد فلما سمعوا كلامه تركوها ولكن لما جاء المحصول الزراعي جاء ناقص فقال لهم النبي الكريم انما خبرتكم برأيي اما اذا خبرتكم عن الله تعالى فاني لا اكذب عن الله هنا علماء الفقه والاصول والمقاصد كانوا يميزون ما هو السنة وفيه تشريع من طرف النبي الكريم باعتباره مبلغ للرسالة وبين ما هو رأي مجرد رأي كلام عادي والامتل كثير جدا حتى في احدى الغزوات في غزوة بدر لما نزل النبي الكريم في موقع معين فسأله سلمان الفارسي يا رسول الله هل هذا وحي من السماء فليس لنا ان نزيد خطوة ولا ان نتأخر خطوة ام هو الحرب والخدعة والمكيدة فقال النبي الكريم بل هو الحرب والخدعة والمكيدة فقال يا رسول الله هذا الموقع ليس بموقع مناسب وهناك موقع اخر افضل منه استراتيجي ممكن ان ننتقل اليه لكي نقوم بنصب الاسلحة ومواجهة الخصم فهنا العلماء فهموا بان اقوال النبي الكريم منها ما هو تشريع لا بد ان نتبعه ومنها ما هو رأي مجرد رأي فلنا ان نستعنس به ليس اجباريا وهذا ما ذكره وقرره علماء الفقه والاصول والمقاصد واعتبر بان هناك تصرفات متعددة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بالنبوة وقد يتصرف بالرسالة وقد يتصرف بالامامة وقد يتصرف بالقضاء وقد يتصرف بالامور الجبلية الامور الجبلية التي هي من طبيعة البشرية ليست واجبة في الدين ما يقصد بها تشريع لهذا كانوا اكثر عقلانية في وضع هذه القواعد لكن ما يتعلق بالتشريع كانوا يقولون واجب ان نطبقه فهو مثله مثل القرآن العظيم وينطلقون من قول الله تعالى في كتابه العزيز وما آتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهوه فهو أقوال النبي الكريم وأفعاله وتقريراته إما فيها أوامر وإما فيها نواهي وإما فيها مندوبات وعلينا أن نطبقها وحتى إذا وقع نزاع بين الناس فيما بينهم إلى أين نرجع دوما نرجع إلى النبي الكريم لقول الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا وقع نزاع بين الأشخاص في قضية معينة هذا يقول رأي والآخر يقول رأيا آخر فالمرجع والتحكيم يكون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدرنا حدرنا أن نخالف أمره إياكم يا أيها الخلق أن تخالفوا أمر النبي الكريم لأن التحذير القرآن كان واضحا فقال ربنا عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كل من خالف سنة النبي الكريم عمدا ولم يبدو الجهده في التفكير وربما أراد أن يزيح هذه السنة ربنا حدره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بل إن ربنا عز وجل جعل من صدق التدين وصدق الإيمان هو اتباع هذا النبي خصوصا فيما هو واضح أنه تشريع وليس من الأمور الجبلية وليس فقط من باب الرأي فقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدرهم حرجا أو في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيث ويسلموا تسليما فمن صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بأن الحديث صحيح وعلموا بأن الفهمه واضح فعليهم أن يخضعوا ولا يقع جدال ولا نقاش النبي الكريم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يجمع صحابته ويخاطبهم ومن خلالهم الأمة يخاطبهم جميعا على أن السنة النبوية الشريفة هي وحي من السماء فكان يقول ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه أوتي الكتاب يعني القرآن ومثله معه يعني السنة فالسنة هي مثل القرآن وحي منزل من السماء سوى أن القرآن وحي باللفظ وبالمعنى والسنة هي وحي فقط بالمعنى دون اللفظ ثم كان يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد فكانت سنة ممددة فيها سنة النبي الكريم أولا هي التي ينبغي أن نتبعها ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد من هم الخلفاء الراشدون المهديون من العلماء من قال هم الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومنهم من زاد الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ومنهم من قال لا كل خليفة مسلم وكل حاكم مسلم عنده سنة متبعة وكان على الإيمان واليقين فهو له سنة لابد أن نتبعها إلى قيام الساعة فالحديث لا يقتصر فقط على الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وعلى أرضاهم ولا على الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز ولكن على كل الأئمة الذين يمرون في التاريخ سلاطين وحكام وخلفاء ولكن كانوا على الطريقة وعلى المنهاج لابد أن نتبع سنتهم بل منهم من وسع السنة وقال حتى من غير الخلفاء الراشدين أي واحد من المسلمين يسن سنة حسنة فهذا أيضا لا بد أن نقتدي به قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا فالخطاب عام لكل واحد من المسلمين والمسلمات إذا ابتكر شيئا يحمي الدين ويقوي دعائم الدين ويرصقه في القلوب والعقول وينافح عنه ويدافع عنه فتلك سنة متبعة أعطوك مثال من ذلك مثلا الاحتفال بمناسبة المورد النبوي الشريف قالوا هذه الطريقة التي تم استعمالها لا تسمى بدعة وإنما سنة محمودة لأن غايتها هو تحبيب الخلق في النبي المصطفى وفي سلوكه وفي سنته فهي سنة حسنة من سنة في الإسلام سنة حسنة مثلا أن يشتمع الناس على تلاوة القرآن حتى لا ينسوه وحتى يبقوا دائما حيث براتب ويبدو أنه بدعة لكن هو سنة حسنة من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة وقس على ذلك فقالوا بأن السنة طويلة وعرضة ولكن دائما مرجعها إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله في اللحظات الأخيرة وهو يحتضر جمع الصحابة وأوصاهم ومن بين الوصايا التي أوصاهم بها قال لهم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة فكان الصحابة يبكون ويقولون يا رسل الله نتمسك بكتابك ونتمسك بسنتك لكن النبي الكريم حضر بأنه بعد ذلك سوف يأتي قوم آخرون ينكرون هذه السنة وأخبر وتنبأ بأن في العهود المقبلة سيظهر علماء أو متقفين أو أشبه متقفين أو تيارات فكرية سوف تنكر السنة وتسهر منها وترفض العمل بها ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يحدث الناس يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني حللت مثل ما حل الله وحرمت مثل ما حرم الله هذا إخبار أخبر به النبي الكريم سوف يقع في المستقبل وفعلا بعد وفاة النبي الكريم في القرن الثاني والثالث ظهرت هذه المظاهر حتى في عصرنا هذا قال لألفين أحدكم جالسا على أريكته يعني إنسان قاس فحد الكرسي وثير يجلس ولا يتحرك لأن علماء الحديث كان عندهم الرحلة في طلب العلم من صفات الصحابة رضي الله عنهم ومن صفات التابعين رضي الله عنهم ومن صفات تابعي التابعين كان عندهم الحركة الرحلة في طلب العلم كان يسافر من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم يجمع السنة ويتثبت بها ثم يعمل بها ويدعو إليها لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سوف يكون هناك أناس لا يتحركون ولا يبحثون عن السنة وفقط يكتفون بالجلوس على الأرائك ويقولون بيننا وبينكم كتاب الله فقط كل هذه الكتب المتعلقة بالسنة ينبغي إتلافها القرآن وحده هو الذي ينفع ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فاستدرك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فماذا قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وأحل رسول الله مثل ما أحل الله فهو يدافع عن سنته الشريف المطهرة لماذا؟ لأنه يشق التاني من الوحي القرآن الكريم بمفرده لا يمكن أن نطبق الإسلام تماما بدون سنة لأن هناك علاقة قوية بينهما وفعلا كما أخبر النبي الكريم ظهرت فرق وظهرت طوائف وظهر علماء أو أشباع علماء وقالوا كلام طعنا في السنة هناك من كان ينكر السنة مطلقا فئة تنكرها مطلقا لا يعملون إلا بالقرآن وهم مسلمون مثلنا مسلمون موحدون يصلون تجاه القبلة ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله من هم هؤلاء؟ أولهم من يسمون بغولات الرافضة هذا كان أيام زمان غولات الرافضة هي فرقة من الشيعة فالشيعة كما تعلمون عندهم موقف من الصحابة بسبب سرع سياسي من سوف تقول إليه الخلافة؟ قالوا علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة لكن أهل السنة رجحوا أبا بكر رضي الله عنه ثم بعده رجحوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رجحوا بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في المرحلة الرابعة رجحوا سيدنا علي فشيعة سيدنا علي شعروا بالغضب وأنكروا على الصحابة وقالوا بأنهم كانوا يعلمون بأن علي ولحقوا بالخلافة وإما سكتوا خوفا أو طمعا فاستنكروا عليهم ورفضوا رواياتهم جميع المرويات التي تأتي من الصحابة مرفوضة إلا حوالي أربعة أو خمس صحابة من بينهم سلمان الفارسي وسهيب الرومين وبلال الحبشي ومصعب ابن عمير أربعة أو خمسة فقط هم من يأخذون عنهم قالوا بأن هؤلاء كانوا موالين لسيدنا علي ولم يقلوا من العرب سلمان الفارسي من فارس يعني من إيران وسهيب الرومي من الروم جاء من روما وبلال الحبشي جاء من الحبشة ليسوا عربا هم عجم ومن ثم كان الرافضة أو غلات الرافضة ينكرون السنة تقريبا مطلقا إلا القليل منها فكانوا يحكمون بالقرآن وبأقوال أئمة آل البيت الآن إذا سمعنا فئة من الشيعة وهي فئة من المسلمين لكن اختلاف بيننا وبينهم بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة هو عدم العمل بالسنة هم يعملون بأقوال أئمة آل البيت وهم فرق منهم وأشهرهم الجعفرية الاثنى عشرية اثنى عشر من آل بيت النبي الكريم كلهم من سلالة بيت النبوة يقولوا ده فقط نأخذ برأيهم لأنهم معصومين وأنكروا بقية السنة لا يعملون بصحيح البخاري ولا بصحيح الإمام المسلم النيسابوري ولا بمستدرك الحاكم ولا بموطأ مالك ولا بسنن ابن ماشه ولا سنن أبي داود ولا غيرهم من كتب السنة كلها لا يعملون بها عندهم مصادر أخرى عندهم الكافي للكلين وعندهم ما لم يحضره الفقير للطبرصي فقط هدهما المصادر المعتمدة عند الشيعة ثم هناك فرقة تانية أخرى رفضت السنة مطلقا لا تعمل إلا بالقرآن ما يسمون بالقرآنيين القرآنيون هم طوائف ظهرت في الهند وفي باكستان وبنغلاديش وخصا في الهند الأسيويون الغير العرب وهؤلاء كانوا صنيعة الاستعمار البريطاني الاستعمار البريطاني وجد بأن أهل أسياء عندهم قوة تديون في باكستان بانغلاديش حد الساعة الممتشرين في بريطانيا وعندهم قنوات فضائية وعندهم مشاريع كبرى وعندهم تمويلات وتعطى من الطرف الاستعمار أيام زمان إلى عصرنا هذا غايتهم هو إقصاء السنة من الدين ونكتفي فقط بالقرآن فقط ثم هناك فئة ثالثة أخرى تنكر السنة مطلقا هم من أبناء جلدتنا ممن تأثروا بالثقافة الغربية هناك مجموعة من المتقفين العرب سافروا إلى أوروبا إما إلى فرنسا إلى باريز مدينة الجن والملائكة أو سافروا إلى إلى بريطانيا أو سافروا إلى غيرها من الدول الأخرى وجاءوا بفكر غربي تأثرا ببعض المستشرقين وقالوا بأن السنة لا نعمل بها من بينهم مثلا طا حسين لما ذهب إلى فرنسا وتشبع بفكر الغربي أنكر السنة منهم مثلا في الجزائر عندنا مثلا أركون محمد أركون فيلسوف كبير ومفكر لكنه كان ينكر السنة وفي مغربنا أيضا يظهر بين الفين والأخرى بعض المتقفين أو أشبه المتقفين من أجل الشهرة ينكر السنة منهم أساس الجامعيون ومنهم صحفيون وإعلاميون المهم العدد كبير ممن ينكر السنة إذا أزحنا السنة من الدين ماذا بقي كيف يمكن أن نتعرف على أن الصلاوات الخمس بالكيفية نصلي بها أن الفجر ركعتين والضهر ركعتين والعصر أربعة والعيشة أربعة والمغرب ثلاثة وين نعرف هذه الأمور لأن القرآن الكريم ذكرها مجملا قال وأقيموا الصلاة ولم يقل هذه التفصيلات فالذين ينكر السنة هم يقصدون بها ضرب الدين في الكبد حتى في الزكاة القرآن يقول وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن تفاصيل المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالدغب والفضة والمدخرات والنقود وعروض التجارة كل هذا مدروس في السنة فإذا قلنا فقط هذه الكلمة لن نفهم ممن الزكاة وقص على ذلك حتى في الحج في الحج أيضا ربنا عز وجل يذكروا بتفصيل بعض مناسك الحج ولكن الأمور الأخرى كلها مبتوطة في السنة هذه الفرق الأولى ترفض السنة جملة وتفصيلة وتكتفي بالقرآن لكن هناك طائفة أخرى هي ترفض الخبر لأحد من السنة نعلم بأن السنة هي نوعا هناك الأخبار المتواترة التي رواها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير فهؤلاء يسمون أخبار متواترة لا يمكن تواطئهم على الكذب فهذه معلومة من الدين بالضرورة لكن هناك عدد كبير من النصوص الحديثية تسمى أخبار أحد فظهر بعض المثقفين والعلماء قالوا لا نأخذ بخبر الأحد خصوصا إذا تعلق الأمر بالإخبار عن العقيدة لا نأخذ به خبر الأحد ولا يروح واحد أو جوجة الناس أو ثلاثة يسمى خبر أحد رفضوه ومن بين الأمور التي رفضوها فيها مثلا أحاديث وردت عن حياة البرزخ والقبر القبر جاء كثير في السنة بالعشرات بل بالمئات لكن جميع الروايات مرويات أحد فقالوا ما في عدب قبر كل كلام فارغ في موت وانتهى ثم بعتون نشور ولكن ماذا نفعل بالعشرات من الأحاديث النبوية التابتة في كتب السنة قالوا جاءت عن طريق خبر أحد مرفوضة معنى هذا سوف نضرب عدد كبير من النصوص النبوية الشريفة أيضا مثلا حديث الشفاعة أن النبي الكريم يشفع يوم القيامة يسمى الشافع والمشفع لما يرفع رأسه ويقول له الله تعالى يا محمد اشفع تشفع الحديث كثير بالعشرات في السنة يتحدث فيها ربنا عز وجل عن قضية الشفاعة فيقولون جاءت بخبر أحد مرفوضة وهي أيضا غير مقبولة منطقيا ولا عقلا ومخالفة للعدالة كيف أن بعضهم مسيء فيدخل الجنة بلا حساب هذا مثل التوصيل في الدنيا كد فيستون مرفوضة وفعلوا هذا كثيرا بأخبار الأحد ورفضوها مع العلم أن خبر الأحد هو خبر صحيح ولا بد أن نعمل به وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيزة يا ما أخبرنا بسنية وحجية خبر الأحد مثلا لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أمزل إليك من ربك سيدنا النبي واحد خبر واحد هو واحد واجأنا بكلام كثير وأخذناه فهذا خبر واحد أيضا لما تم تبديل القبلة القبلة كانت في بيت المقدس ثم تغيرت إلى الكعبة المشرفة لما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الصحابة كانوا يصليوا في مجهد ما أصبح يسمى مجهد القبلتين كانوا يصليوا العصر في اتجابة المقدس فجاء صحابي وقال أيها الناس لقد تغيرت القبلة إلى الكعبة المشرفة فاستداروا كهيئتهم وتوجهوا نحو الكعبة المشرفة فالذي أخبرهم صحابي واحد وهو خبر أحد بما الصحابة كلهم كان عندهم مشروعية خبر الأحد أيضا لما تم تحريم الخمر فالخمر كانت مباحة ولكن جاء التحريم الإلهي لما نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خرج صحابي واحد إلى الطرقات في المدينة وقال أيها الناس لقد حرم الله الخمر فصار الناس يدلقونها في الشوارع والطرقات وتحلصوا منها ما قالوا له اتين بشاهدين أو تلات شهود خبر واحد يكفي إذا كان عدلا وثقة فالذين ينكرون خبر الأحد سواء في العقيدة أو في غيره هم غرضهم أن يزحوا السنة من العمل ثم نجد الطريقة الثالثة أو فرقة الثالثة ما يسمون اليوم بالعقلانيين وهم قدماء أول ما ظهروا مع المعتزلة المعتزلة هي فئة من المثقفين كانوا في الخرن الثالث وكانوا مع ابن عطاء فكانوا عندهم فكر يستخدمون العقل إذا قلت لهم آية قرآنية أو حديث نبوي يخضعونها لمنطق العقل إذا وافقت العقل يأخذونها وإذا خلفت العقل لا يأخذونها فتحكيمهم هو للعقل وليس للنص جات هذه الإشكال معروفة ما بين لمن الأسبقية للنص الشرعي لوحي من السماء أم للعقل فالمعتزلة ما يستطيعون أن يحكموا العقل في القرآن لأن القرآن الكريم هو كله من عند الله ولا أحد يستطيع أن يشكك في حرف واحد لأن المنطق العقلي كله يؤكد صحة القرآن العظيم إلا أنهم توجهوا إلى السنة وقالوا بأن مجموعة كبيرة من نصوص السنة تخالف العقل لا نرفضها لا نقبلها بل نرفضها فبدأوا يخرجون الكثير من النصوص لأنها مخالفة للعقل وللمنطق وهؤلاء يسمون العقلانيون كانوا في القرن الثالث والرابع للهجرة وصاروا في عصرنا هذا يتكاثرون ويسمون بالعقلانيون الجدد مع رياح الحداثة والديمقراطية والانفتاح الثقافي والحضاري على الأمم الأخرى هؤلاء بدأوا يأتون للسنة وأذهبوا الكثير منها ورفضوها وهذا كله يؤتل في السنة إلا أن العلماء الأجلاء المختصين في الفقه والأصول والمقاصد والحديث والعلم الشرعية قاموا بتصحيحها وتبينها فقالوا أن السنة النبوية الشريفة هي مصدر أساس من مصدر التشريع وهي والقرآن الكريم يشكلون هي الوحدة الفكرية للأمة القرآن هو الإطار النظري والسنة هي الإطار التطبيقي وربنا عز وجل ذكر في كتابه العزيز فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكرون وظيفة سيدنا النبي هو أنه يبلغ القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أزل إليك من ربك هو كان يبلغ القرآن ولكن الوظيفة الثانية أنه بعد التبليغ عليه وظيفة البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فكان النبي الكريم يقوم بوظيفة التبين كيف ذلك؟ القرآن العظيم فيه آيات مجملة وتحتاج إلى تفصيل وفيه آيات مبهمة وتحتاج إلى شرح وفيه آيات عامة وتحتاج إلى تقييد فهكذا صار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال السنة النبوي الشريفة يبين لنا فكان يشرح الغامض ويوضح المبهم ويقيد المطلق ويخصص العام وأوضح كل ذلك في كتابه العزيز في السنتين المطهرة وإن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة سوف نغوص في أحكام السنة النبوية الشريفة ونستعرض ما عندها علاقة بالمنطق أو بالعقل أو بالعلم أو بالمعطايات التاريخية وبغيرها من الأمور أو بنظام الحكم أو بنظام التدبير المالي وغيرها من الأشياء سوف نستمتع وإياكم بأن نغوص في أقوال النبي الكريم وفي أفعاله وفي تقريراته وسوف نشعر بحلاوة هذه السنة النبوية المطهرة فصلى الله على سيدنا محمد وألف صلاة وألف سلام على هذا النبي الكريم الذي أكرم به الله الأمة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى أتاه الله اليقين فاللهم جزي عنا خير الجزاء آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة